اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الشمال شديد الاثراب في الوسط ومثرب في الجنوب اما درجة الحرارة تكون متراحة ان شاء الله بين 12 و 17 درجة وفي حدود 10 درجات في المرتفعات حالة التقس غدوة غدوة نعرف السحب احيانا كثيفة مع امطار ضعيفة في الشمال وبعض السحب في الوسط والجنوب وتكون مرفوقة بدوير رملية محلية درجة الحرارة بالنسبة للغدوة نكتشفوها مع بعضنا غدوة 18 في قليبية 19 في نابل وتونس الكبرى 17 في بنزارتو باجا 16 في تبارقة وجندوبة اقل شوية في الكاف وتالى 14 و 12 درجة من متوقع ان شاء الله غدوة نكونوا في حدود الـ 15 درجة في سليانا 17 في زغوان في المدن الساحلية 20 في كل من سوسة والمناستير على بدرجة في المهدايا 21 في سفيقس وقارقنا نمشي شوية للوسط قيروان 20 درجة 20 في سيتي بوزيد 17 في القاسرين 21 في كل من قفصة وقابس توزر مش تكون في حدود 23 درجة كبيلي 22 درجة وفي مناطق الجنوب الشرقي جزيرة جربة غدوة انشاء جوفاء ان شاء الله 20 درجة 22 في مدنين 20 في تطوين 22 في ارمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد الرياح باش تكون قوية وقوية جدا قوة 9 من سلون بوفور ما يعادل مبين الـ 41 والـ 47 عقدة لتجاه بشيكون شمالي غربي في كافة المجالات لتسرعتها في سيرات وخاليش تونس بين 35 والـ 45 عقدة مؤقتا 50 عقدة تتجاوز الـ 55 عقدة أثناء الصحب الرعدية البحر يكون عنيف فشديد الاثتراب وارتفاع الأمواجي نجمي فوق 8 أمتار بالنسبة لخاليش الحمامات والشابة سرعتها بين 35 والـ 45 عقدة تتقلص في آخر نهار بين 30 والـ 40 عقدة تجاوز الـ 55 عقدة أثناء الصحب الرعدية مع هابات البحر أيضا يكون عنيف فشديد الاثتراب وارتفاع الأمواج زادة بشي فوق 8 أمتار أما في خاليش جابة سرعتها بين 25 والـ 35 عقدة البحر يكون هائش فشديد الهيجان وارتفاع الأمواجي نجمي فوق الـ 6 أمتار بالنسبة للمدن الأخرى درجة الحرارة تكون في حدود 33 درجة غدوة في نوكشوت 20 في الضالبيضاء 18 في الجزائر 21 في ترابلوس بالنسبة لخرطوم سماء 33 درجة يوم الغد صحب عابرة في القاهرة 22 درجة في البقاء المقادسة 18 في المدينة 21 في مكة 25 في مسقة 24 في أبوظبي 23 في الدوحة 21 في الكويت صحب في بغداد في دمشق وبيروث 18 درجة في القدس الشريف بعض الأمتار يوم الغد في اسطنبول 16 درجة في أوروبا متوقعين سماء صافيا في روما أمتار في برلين وفيانا 8 درجة 8 أيضا في جناف 9 في كل من أمستردام وبريكسال 11 في باريس 13 في لندن 12 في مدريد و17 في لاشبونة تطورات الجوية للأيام المقبلة يوم الثلاثاء الصحب تكون عابرة الرياح تتواصل من قطاع الشمالي الغربي تكون قوية إلى قوية جدا قرب السواحل قوية داخل مناطق البلاد البحر بشيكون هائش في شديد الأثيراب في الشمال والوسط بشيكون مضطرب في الجنوب ودرجة الحرارة تكون تراحة بين 18 و22 درجة وفي حدود 14 درجة في المرتفعات نتعدى اليوم الأربعاء تتواصل الصحب عابرة الرياح يمكن تقل حدتها شوية تكون قطاع الغربي البحر شديد الأثيراب في الشمال مضطرب في بقية السواحل الشرقية ودرجة الحرارة في ارتفاع قفيف أوقات الشروق والغروب اليوم الغد غضو إن شاء الله الشروق على الساعة السابعة و28 دقيقة والغروب على الساعة الخامسة وثمانية دقاق لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمع التسطب يقموز صوت 88 4 0 تخليوا إرسالات قصيرة على 85 185 وإلا أيضا زرون الموقع الويب www.meteo.t نوفي أوقات الصلاة غضو الصبح على الساعة الخامسة و55 دقيقة الظهر منتصف النهار و25 دقيقة العصر على الساعة الثانية و49 دقيقة المغرب على الساعة الخامسة و10 دقائق وأخيرا وإن شاء الله العيشاء على الساعة السادسة و41 دقيقة أعزاء المشاهدين شكرا وحس المتابعة والإتمام وإلى اللقاء شكرا